طبعا من غرغي كتير انا جربت كل الماء سيرم ذا اردرا نيري طبعا هيجتلي جفت فالجفت دوت انا جربته ومن صوميم صوميم قلبي هقولين حاجة سيرم ذا اردرا نيري سيرم ذا اردرا نيري ده غير طبعا الهيدروريك اسد ده سيرم الواحد وخالص ده سيرم تاني ده بيحارب وبيعالج الوش من الحبوب وكمان اي مشاكل في البشرة طبعا بيعالجها وبيخديها كويسة حلو قوي 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 للخطوط تحت عيني انا مش عارفة انا كان عندي خطوط انا بصو تحت عيني يعني رؤياء جدا وخفيف جدا واللي امتابعني في الفيديو انا بازها ميجر ميكب فعندي التجويف ده تحت عيني ده عندي عروق تحت عيني رفايعة يعني بصراحة الخطوط اختفت وحاسة ان يوشي الحبوب هنا خفت كتير قوي حتى لما روحت للدكتور بتاعي وقدلها ليه قال لي فيش مشكلة استعمالين مع الادوية ومش عارف ايه طب انا بصراحة استنصحت شوية ووقفت الادوية وقلت لا انا هستعملهم مزاجي يعني انا هستعمله هو بس فعلا انا بيودي الحبوب زيه مكتوب بالزبط على الويب سايت بتاعه مجاودة كله فعلا الحبوب عندي خفت ووقفت العلاق بتاع الدكتور لان كنت بحط كلمات كتير اوجه الموضوع بداية وكنت بحب اهتمل بشكل بحب حط سيه لما لكي اكرم غربت ومش عارفة ايه واختل وشي بايه والحاجات دي كلها فده اللي حصل معي انا ووقفت العلاق وده تستعمله هو فهو هيجبكو جدا جدا ميه صندقته صفية جامد جدا وكمان اوشهم في مشاكل زي الحبوب او النادابات هتقل جدا مش هتقل طبعا الالان الجامد قوي بس هتقل شوية كتير قوي ده يفتكو جدا والزبط كمان مهم جدا للاكسادة بتاع البشرة الناس اللي بشرتهم بتتاكسد او بجيت غماء الاكسادة قالت منوش كتير قوي يعني ايه اكسادة لان انا وصحة من النوم ووش جميل ابيض زي الفن اه اتعرض لدوق الاوش غماء هايدي الاكسادة فاخدوا بالكم موضوع الاكسادة ده ينفيدكم جدا 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 لان فيه زنك واحد في الماء الفيديو الجاي استنوني هقولكو الناس اللي مهاش فلوس تجيب دوت تعمل ايه عشان بشرتهم ما تتاكسدش فانتازحوني في فيديو جاي فالدروات تسعملوا ليتلي فيديو عشان تتابعوني وكامنت اشتركوا فى القرن والتعالى وكارلوا اشان يوم سابقوا اي فاديو جديد مستنيني ايكو باي باي اشتركوا في القناة